هل العالم العربي والقمة العربية تقدر تستفيد من هذا المناخ؟ قبل القمة العربية على طول على مدى الشهر اللي فات احنا شفنا نمازج على هذا الموضوع يعني شفنا انه المملكة العربية السعودية لما تبدأ حوار مع ايران تبدأوا برعاية من الصين مش من الولايات المتحدة الامريكية المعتاد احنا دايما في امورنا دي لما نتعامل مع منطقتنا ونتعامل مع العالم تبقى الولايات المتحدة الامريكية هي الحاضر الولايات المتحدة الامريكية كانت موجودة وكانت عرفة لكن ما كانتش تملك ان تمنع او تعطل ده شيء كان متغير ومهم الصين هي اللي لعبت هذا الدور هل مصر السنة دي دلوقتي او السنة اللي فاتت او السنة اللي قبلها هي نفس مصر اللي كان لها الاعتماد بشكل اساسي على الحليف وهو الولايات المتحدة الامريكية برضو تقدر تقول براحة شديدة انه لا لانه دلوقتي فيه علاقات متوازنة او متقربة متفوتة صحيح في تاريخ صحيح لكن مفيش علاقة مع طرف واحد بس هل من الممكن علشان تبقى توقعاتنا وطبعاتنا هادئة وغير مبالغ فيها هل من الممكن للمنطقة العربية من خلال القمة اللي بتنعقد في جدة انها تفكر بشكل جديد في همومها القديمة وبشكل مختلف في التعامل مع همومها الجديدة وطبعا اخيرها السودان دي اسئلة انا مقدرش اجاوب عنها لكن يقدر يجاوب عنها لانه موجود في جدة وهو واحد من الصحافين الكبار والمراقبين السياسيين البارزين الاستاذ جميل الثيابي براحة بحرك معنا طبعا رئيس تحرير صحيفة عقاز اهلا بك سيد شكرا جزيلا شكرا لك ومساء الخير عليك وعلى اهل مصر جميعا طبعا شكر لك ومقدر وتعرف كما تعرف اليوم مزدحم بالعنوين والاخبار مزدحم بالعنوين والاخبار جدا وعروس البحر الاحمر تتهيى لاستقبال قادة الدول العربية وجميع قادة الدول العربية وكما تعرف انه يعني القمم القمم اغلب القمم السابقة لم يلتأم فيها شمل او عقد القادة العرب في القمم تلك القمم لكنه هذه المرة بحسب يعني التسريبات وبحسب المعطيات يعني اذا لم يمكن ان يغيب واحد او اثنين كثير لكنه غالبيتهم سيحضرون هذه القمة هناك رغبة من قبل المملكة العربية السعودية وقادة الدول العربية ببدء مرحلة جديدة وعجبتني جزء في مقدماتك بانه ماذا سيفعلون وماذا ستمبي عنه وما هي دروس المستفادة من الماضي بالاضافة الى ايضا المعطيات والمكتسبات ماذا سيتم كيف سيتم التحدث عنها وسيتم حلحلة الازمات ومواجهة التحديات القائمة اليوم في المنطقة العربية او في الاقليم انا اعتقد انه اليوم فيه تصريح لوزير الخارجية السعودية كان كويس جدا ويضع الاصبع على الجرح بانه لا بد من ابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات اللي تواجه البلدان العربية هذا واحد اثنين احنا الاهمية لكل ذلك هو ترميم البيت العربي عادة التضامن والتعاون العربي هذا ما تبني عليها اليوم هذه القمة من جدة بالاضافة الى المرحلة الجديدة والتقارب معها ايضا الجيران تصفير المشاكل التغيرات المتسارعة كيف يتم ايضا مواجهتها او موازاتها كيف تتم مواجهة التحديات ايضا والمتغيرات والمهددات كل هذه موجودة بالاضافة الى فتح صفحة جديدة فيما يسمى في العلاقة العربية العربية